السلام عليكم اخواني كيف حالكم اه غنقدم لكم اول فيديو عن يعني السكن الاقتصادي اه هدي واحد الابارتومو ديال ابواب الاطلس لاحظوا في الابارتومو كديرا فيها جوجة البيوتا وصالون اه كيف تشوفو فهي طريقة ديال البناء فهي اه جميلة جدا لاحظوا هدا بالنسبة للصالون نلاحظوا الصالون تقريبا على كبير الصالون تلاحظوا انه تل بني ديال وانه يعني بني مزيان وتلاحظوا شجلي كده كمتين مزيان هدا الصالون شوف هنا صالون كبير لاحظوا انه بنسبة للقبص فهو السامبل لاحظوا هنا هنا الدوش كيف تشولو يعني فهو الدوش تقريبا كبير اه حقيقا يعني عنده شرجم تشوف في يعني على براق لاحظوا يعني فحقيقا يعني هاد اللي زبرتومو يعني التامن ديال مفتقي 25 مليون هتي تواجدوا في المحميد مراكوش لاحظوا هنا بالنسبة هنا بالنسبة هنا يا لكويزين لكويزين عندها باركو شوفوا تقريبا الباركو تقريبا انه كبير بززاف لاحظوا الباركو عنده كبير هنا عندها شرجم كده كتيشوف يعني تشوف على براق بنسبة البلاكارات يعني شوف شكل ديال بلاكارات فهو جميل ان المكان دي تدخل الهول تدخل الهول تتصيب هنا يا بيت الناس يعني تشوف بيت الناس انه اه فيه بلاكار كذلك الشرجم دياله تشوف في عنده جو شرج يعني انه مهوي وتدخل الهول من كل جهة نحن نحن تشوف البلاكار كده تطريقة ديال الخدمة دياله فوز تيلي يعني مزيان هنا تجيو هنا شوف بلاحظه هنا يا شوف يعني انه سقف دياله كدير نلاحظه شوف ستيني انه ستيل دياله مزيان يعني انه اه طريقة مزيانة يعني هنا براس كمرايا هنا بنسبة البيت ديال الاطفال شوف يعني فيه جوج ديال اسيرة ستيل دياله عنده تاوى عنده شترجم يعني تاوى كبير تقريبا تكون فيه شي ثلاثة متر وعلى على ربعة متر تقريبا وملا ثلاثة الى ثلاثة تقريبا نلاحظه انه مفيهش البلاكار يعني البلاكار يكون هنا فحقيقة هاد الابرطمو فهي طريقة ديالها مزيانة تب نسبة لكين هنا اابرطمو خريف هي متلسة بجزو سهلون لكن التامة ديال سوى ثمانية وعشرين مليون اا يعني دابا ندلكم العنوان ديال قد ندلكم العنوان ديال ديال ابواب اطلس يعني الاحظه هنا اخوان ديالي هنا بنسبة للمشروع يعني المشروع اللي ديال الشطر التاني اللي غادي يكون موجود في شهر ثمانية اا ديال الفين وعشرين لاحظه انه هنا وتيتبنى والمشروع هنا بنسبة لك لتشوف على الله يصير فهو المشروع المشروع الاول المشروع الاول لانه وساله واصلا باقين فيه لجوز بحل ديال حال يشتدابه اهنا اغنعطيكم هنا يتشوفوا الداخل ديال الزابرطمو تيتبنى وتشوف شكل ديالهم يعني بشتعفوا انه راه يعني انه البنير يعني راه يعني على يعني خدام وطريق ديال الخدمة فهي خدمة مزيانة هنا يلاحظو هاد الابارتة مو كدير شكل ديالها يعني هادو لزباتو موليو باقي انت يتبنو لاحظو هنا بنسبة للسالون ديالها لاحظو هنا تيشوف هنا تيشوف على برة هنا تتشوفوا انه كبير شرجم لاحظو هنا تدخل هنا هنا تدخل هنا تدخل هنا لاحظو انه لاكويزين لاحظو انه لاكويزين شكل ديالها كبير يعني لاكويزين ميزة مسالتين غيدلوا لبوتاجي ديالها سوف تتصيب لها البلاكار لاحظوا هنا تتصيب هنا هنا البلاكار يعني تشوف مريو دي الحيط يعني الاسق في يعني هنا تدير مريو دي الحيط يعني تشوف هنا مزيانة يعني لاحظوا انه الطريقة باش مخدومة في طريقة مزيانة يعني فابو اطلس يعني تكون عندهم الجودة في البناء لاحظوا تتصيب هنا تتصيب هنا الدوش يعني الدوش على الى اليسر ولاحظوا هنا الدوش فهو كبير هنا بنسبة البيت الأول يعني تشوفوا هذا هو البيت الأول لاحظوا انه البيت النووي كبير تقريبا تكون فيه 4 متر وعلى 3 متر تتصيب عنده الشرجم دياله كبير تتصيب على برة هنا بالنسبة البيت الثاني تتصيب تقريبا نفس المقاس وعنده الشرجم دياله كبير تتصيب على برة يعني فتقريبا نفس المقاس فهو مهوين يعني تالها ودخلا لهم كل جهة لاحظوا تصيب في الجليج كدير لاحظوا انه الجليج هكا يعني كيف شنا في البيت النموذج فهو كيف تتشوفوا هذا نيس هنا هذا بيت النعاس لاحظوا هنا بيت النعاس هاو يعني تتشوف هنا عنده تتاوات تتشوفوا هنا قد يكون عنده هنا يعني باركو لاحظوا انه المريو بمريد الحير ها هو فهو كبير بيت انت تتشوفوا الشكل دياله هنا دقوة القولوار يعني طويل هنا تتشوفوا الباركو دي البيت النوم ها هو تتشوف انه تتشوف على برة هنا هنا تتشوفوا في اللخر وكين القولوار هنا تتشوف على القولوار في نيسا وكين على اليمين تتصيب الدوش وكذلك تتصيب الأكووزين الدوش تتصيب بحتها البلاكار وليه تتصيب الأكووزين تتصيب السالون يجب أن تدخل البيت الثاني وهناك بالنسبة لكوزين تدخل البيت الثاني تدخل البيت الثاني يجب أن تدخل البيت الثاني سوف تدخل البيت الثاني واتف الشتح فى البيت الثاني يجب أن تدخل البيت الثاني ثم البيت الثاني اخذين ل tule har كيف تتشوفوا الابارتمو والشكل ديالها الآن سننزور اخواني للشكل الاخر بالنسبة للسنسور هنا السنسور كيف يكون يعني فهذا مجهزة بالسنسور يعني باصعيدة دابا اخواني نشوف نوع اخر من الابارتمو يعني هاد الابارتمو هذي اللي تهي بقت التمنى اللي في نفس المشروع اللي سيكون موجود في شهر ثمانية فهذا المشروع فهو يعني شهر ثمانية غاد يكون جاهز والناس سيتسلموا الشقاق ديالهم لاحظوا هنا شو الصالون انا طويل بزاف وعندوه شرجم في الاخر شرجم كبير يعني تقريبا تبلي الصالون تكون في شي ثلاثة متر وعلى ثلاثة لاحظوا هنا يعني هنا بنسبة هنا كان على كويزين هنا هذا بيت البيت الاول عندو شرجم كبير تشوف على برة كان ثاني هنا 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 بنسبة الى تخلتي مهنة تتصيب بيت اخر يعني هذا الزائر 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 يعني هنا عندو شرجم هنا لكو وزنة طويلة نحن نشوف الصالون يعني الصالون فهو كبير كبير جدا يعني بشكل دي اللي زبرتم اللي كاينين يعني مازال غادي نشوف نوريكم ثاني شكل اخر وغادي نوريكم دي بليكس شكل دي اللي دي بليكس كدير في هاد المشروع نيت ونحن دوتا الشكل دي السقاف يعني كتب تشوفو فالطريقة دي البناة يعني يعني صحيح يعني مشي شي بنيد اللي بحل اللي تيكون دوك البنايات تيكون يعني يعني تيكون ديكش هش و بالنسبة لنا دابا اخواني غادي ندوتوا دابا الشكل الاخوة دي لزابارطومو لاحظوا هاد الابارطومو هذي يعني تتشو تدخل لها تتصيب الصالون علي من لاحظوا الصالون انو عندو شرجم كبير الصالون توت قريبا في شي ستا مترو اخواني اخواني انا توشوف على برة لاحظوا اخواني اخواني هو سيد لديك لديك وكذلك لاحظوا ان الشرجم دياله كبير تيشوف على بره لاحظو نجليش دياله كدير نسبة الفايونس لاحظو بحل ديال ذلك لاحظو فانو نفس كما قلت لكم نفس العمارات عندهم تقريبا نفس الفايونس يعني ما كيش اختلاف يعني تقريبا كاملين عندهم نفس الفايونس لاحظو هنا بالنسبة للدوش لاحظو الدوش كيف عامل يعني فهذا الابارتة مو فيها جوش دياله دوش لاحظو الدوش اللوول هو هذا هنا تنشف على الكلوار غد نصيبو على اليمين هنا البيت اللوول لاحظو الشرجم يعني انه عندو الشرجم كبير يعني 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 وشي من حدو كل الي زبرتو ما تيكون فاهم الدوش ضيق بزاف من حدو الشكل دياله بنسبة الفايونس فو الشكل دياله جميل هنا بنسبة للبيتة التاني لاحظو تاوي عندو الشرجم تيشوف على برا هنا هنا تنجو هنا تنصيبو هنا بنسبة البيتة اللي شنع نشوف البيتة هنا التالت اللي هو بيت النوم لاحظو هنا بنسبة البلاكار يعني بحش شكل دياله ونصيبو هنا الباركو دياله وهو الباركو دياله هنا هي بنسبة البلاكار ديال المري بنسبة ديال البيتة الناس هنا تتمشي فيها الكولور تتصيب هنا تتصيب هنا يعني بحشكة دياله اللي زبارتهم وليش انها قبيلة الهادية هي الشكل ديالها لاحظو الصالون يعني اعطيتكم مجموعة من الامتشي اللي زبارتهم ولكن ينفد مشروع لهذا يكون موجود في شهر ثمانية ديال الفين وعشرين هاد اللي زبارتهم ولي فيهم تلاتة تلاتة ديال البيوتة وصالون فالتامن دياله هنا هنا هدو الديبليكس هذا الشكل ديال الديبليكس لاحظو هنا هنا هدو الديبليكس كين كين سفلي لاحظو ثقافة عالية بزاف عنده شرجم كبير يعني يشوف هذا الشكل ديال الصالون اذا تخرج على بارة تصيب واحد شكل ديال الجليد اشوف يعني انه كبيرا كيف تتشوفو هما الدروج ديالتي بليكس هنا يبقى السالون شو السالون هو كبير تقريبا تكون فيه 6 متر الى 7 متر على ثلاثة هنا بالنسبة تتصيب هاد اللوك تتصيب يعني الدروج ها هما كيف تتشوفو ديالتي بليكس هنا مرحلة صغيرة هنا كيف تتشوفو على الليسر هنا تتصيب هنا بيت صغير تكون فيه ثلاثة على ثلاثة عنده شرجمة يشوفو على بره هنا من الدخول تتصيب بيت اخر اللي عنده باركو على بره وشكل دير باركو انه بحشك ديرش ريده كبير يعني تقريبا لاحظو شوفو المسافه شحرك كبيره يعني شوفو يعني بحال هادي مثلا تديره من هدم يديرها جريدها ولا يديرها براسة فين ولا يقرس من هدم في الصيف كيف تتلاحظو هنا غادي نعودو نخرجو باش نطلعو في الدروج باش نطلعو للديبليكس الثاني يعني لاحظو هنا الدروج بنسبة ديالديبليكس باش نطلعو يعني من تنطلعو تنصيبو يعني الدروج اه صغار هنا بنسبة تنصيبو هنا اه شكل ديال يعني هنا بنسبة الدوش وكذلك هنا تنصيبو هنا يعني بيت ما يديرها بأيدي وكذلك تكون لقويزين ولا بيت هنا تشاهدو هنا هنا بيت وكذلك عندو كلور ديالو فحقيقا في ديبليكس فهو حقيقتا شكل جميل جدا بالنسبة لهذا بالنسبة لها ابو اطلس في الشطر الثاني ديلينا واحد تجزيء ابو قاع ارضيق ابتداء من 80 مترو كاري ب28 مليون فيها اير بليس دو يعني تكون عندك اير وعندك الحق 8 مليون فوقها جوجين اير بليس دو ب28 مليون فحقيقة تم زيانة بحالة دي يعني 80 مترو ب28 مليون وفيها اير بليس دو غير زيانة اخواني اتمنى ان يعجبكم الفيديو والى اللقاء اشتركوا في القناة